لو عايز تكون سؤال في اللغة الإنجليزية فأنا النهاردة في الفيديو هقول لكم على قاعدة عامة وبسيطة هتقدروا عن طريقها تكونوا أي سؤال في اللغة الإنجليزية وكمان تحدد زمن السؤال لو كان السؤال في المستقبل أو الماضي أو المدارع وكمان هوضح لكم بشرح كل جزء في القاعدة دي ركزوا كده عشان أكون أي سؤال أول حاجة هجبها الأداة فعل مساعد فعل فعل أساسي وتكملة السؤال طب الأداة دي زي إيه؟ يعني أداة الاستفاهم اللي أنا هستخدمها يعني مثلا وين متى وير أين هاو كيف واي لماذا هو من الفعل المساعد ركزوا كده الفعل المساعد هو اللي أنا بقدر عن طريقه أحدد زمن السؤال أنا بتكلم في زمن إيه؟ يعني بستخدم مثلا دو ضز لو أنا عايز أتكلم في المضارع دد لو أنا عايز أتكلم في الماضي ويل لو أنا عايز أتكلم في المستقبل نجي للبعد كده الفعل الفعل دو ممكن يبقى ضمير أو اسم الضمير احنا عارفين كل الضمار اللي هي أنا آي أنت يو نحن وي هم زي هو هي هي شي هو أو هي لغراء العاقل إت وممكن يبقى اسم يعني مثلا أحمد مور أمر الفعل الأساسي اللي هو الحاجة اللي أنا بسأل بقى الفعل نفسه يعني يعيش live يلعب play يأكل eat يسافر travel يذهب go تعالوا كده ناخد شوية أمثلة ونطبق اللي احنا قلناه يعني لو أنا جيت سألت قلت مثلا متى ذهبت إلى القاهرة أو بين زمن السؤال في الماضي أول حاجة أجيبها الأداة متى يعني وين بعدين الفعل المساعد فأنا أخطر عندي did when did she go to Cairo when did she go to Cairo متى ذهبت إلى القاهرة أخد كمان مثال لو أنا عايز أقول أين تعمل أميرة بين كده من السؤال دوت إنه هو ولا زمن ماضي ولا مستقبل السؤال دوت زمن ومضارع فأنا هقول إيه أين تعمل أميرة أين يعني where وبعدين هجيب الفعل المساعد عندي ما أنا بجيب يا إما دو يا إما دز تب إمتى بجيب دو أو دز على حسب الفعل يعني أنا هجيب دو لو الفعل عندي I أو you أو we أو ze أو اسم جمع هجيب دو هجيب دو هجيب دو لو الفعل عندي هي أو شي أو إت أو اسم مفرد أنا عندي هنا الفعل أميرة اسم مفرد فهقولي where where does How will we travel to Cairo How will we travel to Cairo شكرا